والأهل خط أحمر يا أستاذ إبراهيم الأهل خط أحمر عندنا كلنا قابلينا قبل أنفسنا وقبل شخصنا وهو عشان الأهل خط أحمر هو عنوان برنامج جديد هيقدمه اتنين من الشباب الصاعد يعني كان عندنا هاجس إن الشباب ده يريد يلمع وياخد فرصته ودناله يعني أول ناس قدمته برأي العام كان عندنا في ملك وكتابة وكنا متواصلين معهم وتتواصلت معهم كثيرا فأحمد أسامة ومحمد فارس إبراهيم اتنين شباب مكتهدين جدا ومعهم مجموعة من فريق الإعداد معهم بالمناسبة برضو ابننا اللي قدمناه هنا شادي صابري هيكون معاهم هيقدموا هذا البرنامج اللي بنتمنى لهم التوفيق فيه وإنه يلاقوا النغمة اللي بيدوروا عليها وإن الهوية اللي تقدمهم كإعلامين مقراصخين لأن عندهم حماس وحب للنادي الأهلي وهم وزميلهم قيش وغمري والله أنا بخاف أعدل في الإعداد قيش وغمري في الإعداد إن شاء الله يكونوا إضافة حسناً فعله مع شادي صابري لأن يريد قناة الأهلي تتبنى إفراز الكوادر الإعلامية النقطة التي بندفع تمنها لأنها غابت عننا كثيراً ألف مبروك لهم أنا بس عايز من الأخوة بقى زملائهم على السوشيال ميديا بالراحة عليهم لأن أنا عارف سكينة النقط في الصح والغلط الشباب الجديد تخلقه دايق وعمعييره بقت صعبة حدة مش ضروري يقدموا النموذج اللي في ذهنكو لكن ضروري يقدموا النموذج اللي في دي النادي الأهلي ونكسب منهم إعلامين طأم إعلامين قوي بعد كده نشوفه على منصات أخرى إن شاء الله كل التوفيق لأحمد أسامة ومحمد فارس في الأهل خط أحمر بكرة ابتداء من العشرة مساء وزي ما المهند سعدلي قال بالراحة بالراحة على أي تجربة جديدة الناس لازم أن تدعمها لازم أن تساندها لأنه كل واحد بيتفرج لازم أن ياخد باله من حاجة السطح الإعلامي ده بيختلف عن ده مش بالضرورة أنا في السوشيال ميديا بقول في الفضاء الرحب كل اللي أنا عايزه هقدر أو تنتظر مني هأدي نفس الأداء بنفس الحدة أو بنفس حتى مساحة الحرية أو لغة التناول كل ده هيتناول هيتختلف بمحدداته وبدوابته بظروفه وطبيعته من هنا ل هنا حسب السطح الإعلامي المسألة مختلفة بإذن الله كل التوفيق لأحمد أسامة ومحمد فارس في الأهل خط أحمر بكرة من عشرة مساء وكل التوفيق للزملاء في برامج القناة